معظم أحواض الأنهار الكبرى في العالم معرضة لغرق ما يهدد ملايين البشر ممن يسكنون قرب هذه الأنهار التحذير وردته دراسة علمية حديثة قالت أن هذه المشكلة تهدد قارات العالم بلا استثناء ولها أسباب متعددة لعل أبرزها ظاهرة الاحتباس الحراري حتى سحرها قد يتبدل ومياهها قد لا تخدم دائما الإنسان وملايين البشر قد يتهددهم خطر قادم كل ذلك بعد أن كشف العلماء أن أحواض الأنهار الكبرى في العالم مهددة بالغرق هذه الأنهار موزعة على أبرز قارات العالم بدءا من أمريكا الشمالية حيث الخطر يهدد نهر كولوراد في الولايات المتحدة وفي القارة الأوروبية يتهدد الخطر نهر الرون الذي ينبع من سويسرا ويمر بجنوب شرق فرنسا وفي قارة إفريقيا يحدك الخطر بأطول أنهار القارة نهر النيل أكثر الأحواض تأثرا يقع في آسيا وهو حوض تشاو فرايا الذي يخترق العاصمة التايلندية بانكوك كذلك نهر يانجاتسي في الصين يتلخص التفسير العلمي للظاهرة في انخفاض مستوى اليابسة وارتفاع مستوى مياه البحر وإذا كانت مياه البحر ترتفع بسبب التغير المناخي فإن الإنسان ساهم في انخفاض مستوى اليابسة من خلال بناء السدود التي أقيمت على الأنهر وفي أماكن تجمع المياه وتحويل مجال الأنهار للاستفادة منها في المصانع وزراعة الأراضي إضافة إلى استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض للاستفادة منها في مياه الشرب والري واستخراج الغاز الطبيعي من باطن الأرض وقدر العلماء أن 85% من الأحواض الكبرى قد عانت من فيضانات شديدة في الأعوام القليلة الماضية وأن مساحة الأرض المهددة بالفيضان ستزيد بنسبة 50% في العقود الأربعة المقبلة وإذا حدثت هذه الظاهرة فإنها سوف تؤدي إلى كارثة كبرى لأن نحو نصف مليار نسمة يعيشون حول هذه الأنهار ترجمة نانسي قنقر